اللي هدى في بطولة الدور العام على مر التاريخ ويطلق عليهم أصحاب المئة المئة هدف كل من وصل للمئة هدف وتعداهم المفاجأة إن اتنين نجمين كبار جدا 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 وأنا شرفت إن أنا لقيت على النجمين الكبار دول يعني مش عايز أقول لكم أنا ما كنتش مصدق نفسي إن أنا بلعب على الاتنين دول وزي ما اتكلمتوك قبل كده على حماد أمام كانوا فرحانين بيا جدا جدا الراحل العظيم الكابتن شازلي والصديق العزيز ربنا يديله الصحة كابتنك كبير الكابتن مصطفى رياض كابتن شازلي 187 هدف لا بلعب في الأهل ولا بلعب في الزمالك وزي ما قلتلكم قبل كده برضه من أعظم المهاجمين اللي أنا لقيت على علم في حياتي كان دايماً مستر كوتي يونس أنت لازم شوف شازلي وحكتلكم قبل كده قصة عبد الباقي يونس أنت لازم شوف شازلي أي وقت وأي فرصة لازم يجيبها جوا اللعب الوحيد اللي أنا لعبت عليه ولو جات فرصة ما تعديش أيضاً وأنا بتفرج عليه لما كان بيلعب النجمنا التاني كابتن مصطفى رياض هذا الغزالي الأصمر الله أرحمه براهيم يوسف صديق والنجم الكبير لكن ده كان بهذا المسمى في ذلك على وقت كابتننا الكبير كابتن مصطفى رياض جايب مية تلاتة وعشرين هدف قبل نجم النجوم وأفضل مهاجم في تاريخ مصر أو من أفضل مهاجم مصر على مر التاريخ يمكن هو بيزيد عن الكابتن الكبير اللي يرحمه كابتن شازلي بالبطولات الأحرازة حسام حسن سواء في الأهلي سواء في المنتخب سواء في نادي الزمالك حسام بيقول أنه هو جايب جوال أكتر من كابتن الكبير الكابتن شازلي لكن اللي عندي هنا يا حسام عشان عارفك أنك بتلزعم الحاجات دي لكن لو عندك معلومة تانية ياريت تكلمنا أو حد تبعك يكلمنا حسام حسن هذا النجم الكبير والأسطورة في كرة القدم مية تمانية وستين هدف حسام لعب للأهلي والزمالك والمصر والترسان كابتن الكبير الكابتن شازلي ترسانة فقط التالت كابتن مصطفى الرياض لعب للترسانة بس مية تلاتة وعشرين هدف كابتن الدزوي النادي المصري وده من أساطير كرة القدم أيضا من أساطير كرة القدم أنا ما شفتوش طبعا يعني ما لحقتوش لكن دايما الكابتن صالح كابتن حلمي زمورة اللي يرحمه كابتن حنفي بستان الناس العظام اللي احنا عاشرناهم واللي ربونا دول كان دايما بيسنوا على هذا اللاعب الكبير ابن برصعيد وابن النادي الأهلي كابتننا الكبيري كابتن دزوي نجم النجوم فيه كده حاجات بتاعة ربنا هذا العشق وهذا الحب من جمهور الكرة المصري والعربي والإفريقي كابتننا الكبير ونجم النجوم كابتن محمود الخطيم مية وتمانية هدف خلي بالكم من الأرقام اللي جاية دي نجم من النجوم التسعينيات والتمانينات نهاية التمانينيات لاعب يعني كان زو موصفات خاصة وكان ممتع وده كان عام زي الخطيب مع الفارغ طبعا يعني طول عمر بقول ما بيش حد زي الخطيب أحمد الكاس أحمد الكاس ده يا جماعة لو كان بيتمرن أو بيحب التمرين كان زمانه من أعظم العيبة اللي جات مصر لكن هو من اللاعبة الكبار أحمد الكاس لعب أولمبي والزمالك والتحاد وجاب مية وسبعة هدف نجمنا الكبير والأسطورة أيضا في عالم كرة القدم أنا هنا بتكلم على كرة القدم فقط اللي أسعد ملايين الشعب المصري وملايين العرب والأفرقة كابتننا الكبير كابتن محمد أبو تريكا لعب لناديين لعب لنادي الترسانة ولعب للنادي الأحلي ترجمة نانسي قنقر